أخي المشاهد، أختي المشاهدة، السلام عليكم مرحباً بكم في القناة فن ومتعوا إبداع في الدرس 39، شفتوا كيف تستطروا نموذج حر من الزخرفة المغربية الإسلامية دون تستير هندسي مسبق في هذا الدرس 40، شفتوا كيف تستطروا نموذج حر آخر أيضاً دون تستير مسبق فقط بواسطة قالب صغير، لنبدأ على بركة الله حليك تشوفوا هنايا، ونحتاج لتستير لهذا النموذج قالب الرصاص وهذا النموذج هذا القالب الصغير فقط اللي قطعته على هذا الخشبة المرة الأخيرة درس 30، شفتوا هذا القالب وقبل من ذلك الشي، شفتوا كذلك هذا القالب كذلك اللي صابت منه نموذج حر ثم هذا كذلك ثم هذا كذلك هذو كل هم وسائل السيطة ولكن فأخير المطاف، قد تنجدو نموذج رائع في حال، اللي كتشوفو هنا يا بهذا الرقبل من هذا ما هي الإمكانيات التي يمكن أن تصنعوا بهذه أولا هذا هذا نموذج عنده 1 جوش 34567810 يعني بحالك تشوفوه هنا في العنوان إنجاز معشار دون تقسيم مسبق كذلك يمكن لكم تنوعوا بنفس القالب وتصنعوا نموذج هكذا ثم بنفس القالب كذلك هذا النموذج يمكن أن تنجزوا نموذج حر رائع بدون تستير مسبق وبدون حسابات ثم تنجزوا نموذج حر رائع بدون تستير مسبق وبدون حسابات سوف نرى لكم كيف تستعملوا هذا القالب في التستير هذي كتشوفوه أنا عملت هنا نقاط مسبقا ثم نحط هذا القالب هنا على العلمة ثم بكل بساطة مسبقا الآن سوف نقاط مسبقا انتما دبا هذا معشار ومسيت باني باني ما قلت لكمش بانا هذا النموذج ده هو على خشب نقلته على الصفحة بلاستيكية أسهل باش نشوف فين وقفت مثلا هانتم هنا يا على هاد الخط لي جاي من هنا يا باش مني نبغي نسطر او شي هاد يكون او يعني خط مستقيم هكذا هكذا دواليك حتى تتكمل الدائرة كلها وقد تكونوا معشار ثم يمكن لكم يعني تنوعوا مثلا هنا يا حالي شفتيه في النموذج اللي رويت لكم يعني في عوض ما توقفوا هنا يا توقف يعني هنا في الوساط هنا يمكن في الوساط توقف قد يتصنع موذج آخر ولكن هنا أحسن كتشوفوا بأن قادة بسيط وبدون حسابات مسبقة يمكن تنجز نماذج حرة رائعة لا بد من الإبداع لأن الإنسان يبقى كقلة فقط ما يزيدش القدام لا يخرج عن الضوابط ولكن لا بد من الإبداع هذا النموذج رائع كي نقل مثلا هنا يا هتنزل الخيط سترها كذا ثم هتنزل هكذا بني تكمل الدائرة كاملة ثم هذا هكذا ثم هذا هكذا ثم هذا هكذا إلى آخره ستكون دائرة أصغر من هذه وغير تكون لديكم نموذج رائع هذا هو هذا النموذج هذا هو اللي لونت هنا يا أنت كتشوفون أنتم مركتشوفون النتيجة النهائية ثم النموذج اللي ممكن استعمله بهذا بهذا القلاب كيم كلكم كذلك تنقله أنتم أنا نقلته هنا على ورق مقوة وضبلته ثم ثم نقلته كذلك على ورقة بلاستيكية باش نستعمله مرات عديدة ثم نسقته كذلك تنسيق تنسيق على الورق والنقاط اللي كتشوفوا في الوسط هما نقاط ديال العبار يعني ممكن بهذا القلاب الصغير تعمله نموذج رائع ثم بالنموذج اللي شكتي وقطعته على البلاستيك على ورقة بلاستيكية عملت هذا النموذج ثم كتشوفوا لون فيه وما زغدين نكمل عليه اللون كل إلى آخره وكتشوفوا بإن نموذج صغرفي رائع فقط بهذا القلاب شكراً لتساعدكم في التكير وفي التستير وفي غير ذلك شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً